جاءت موافقة مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة التنسيقية حول الخطة الوطنية السادسة للاتصالات مؤكدة دعم توجهات مملكة البحرين في خلق مدن ذكية وتنمية الاقتصاد وتعزيز الابتكار والحفاظ على التنفسية نعم وتشمل الخطة الوطنية السادسة للاتصالات الثلاثين مبادرة يتم تنفيذها عبر ستة محاورة رئيسة تهدف إلى دعم حركة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار للمملكة وجعلها بيئة خصبة للاستثمار اهتمام كبير يحظى به قطاع الاتصالات في مملكة البحرين من قبل حكومة المملكة وحرص على تطوير البنية التحتية للاتصالات لتواكب النمو والتطور وخمس خطط سابقة تم تنفيذها والآن وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة التنسيقية حول الخطة الوطنية السادسة للاتصالات والتي تهدف إلى دعم توجهات مملكة البحرين في خلق مدن ذكية وتنمية الاقتصاد وتعزيز الابتكار والحفاظ على التنافسية من خلال ثلاثين مبادرة يتم تنفيذها عبر ستة محاور رئيسية الخطة الوطنية السادسة للاتصالات لعام 2023-2026 التي تتبع وزارة المواصلات والاتصالات تهدف إلى الاستمرار في تعزيز وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتوفير خدمات اتصالات عالية الجودة وتشجيع الابتكار والاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات وتوفير بيئة جاذبة للشركات المبتكرة في هذا المجال المهم حكومة مملكة البحرين حرصت دائما على تشجيع قطاع الاتصالات والاستثمار فيه لبالي هذا القطاع من دور مهم في دعم حركة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار للمملكة وجعلها بيئة خصبة للاستثمار كما ان دعم الحكومة للقطاع التضحى في احتفال شبكة البحرين بينت الشركة الوطنية المسؤولة عن تزويد خدمات شبكة النطاق العريض في مملكة البحرين بوصول خدماتها لخمسمائة الف عنوان تجاري وصناعي وسكني في المملكة مملكة البحرين اولى الدول خليجيا التي اصدرت معايير الاتصال المتعلقة بانترنت الاشياء كما تعتبر ايضا من الدول القليلة في منطقة الشرق الاوسط التي تتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات في وضع مقترح لوثيقة عمل جديدة لموائمة استخدام تقنيات الاتصالات المتنقلة الدولية لتطبيقات انترنت الاشياء ويذكر ان نسبة مستخدمي الانترنت حاليا في مملكة البحرين وصل الى مئة بالمئة لدى جميع شرائح وفئات المجتمع